قال لك المهدي الواحده منع خمس جوان رغم وضوح رأي كابتن للتحدي سجدري لكن كابتن الزمالك كابتن طرق يحيا له رأي كان مختلف جدا نشوفه ولا هل يخسر نهاره يخسر لا سواري بس يا جماعة واحدة 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 الاهل ضيع جوان امتى من اول المات حلو قوي هل الكوار دخلت الجوان ما دخلتش دي فرص لكن ضربة الجزاء دي جون يبقى اتنين واحد الاتحاد ده صح ايه ده انا ضيعت الفرصة انا ضيعت كل الفرص بتاعتي ماشي ما جبتهاش الجوان بس انا جاتلي فرصة هتقدم على الاهلي اتنين واحد يعلا تحليل غريب جدا ده الاتحاد ما رحش عند النادي الاهلي غير في الكورة اللي جات جون ايوه ماشي ما شفناش محمد الخرمان انا معاك وربنا مهدي والله معاك احنا النادي الاهلي مضاع 7-8 تجوان النهاردة والله معاك عصر تجوان عصر تجوان مش فرص ماشي بس انا يتحس بضرب الجزاء يكسر بيقى الاتحاد طيب والله العظيم الثلاثة اللي يتعامل مع الكلام ده بجدية يتعب لا يتعب طبعا اللي بيقول هذا كلام ما عندوش ما عندوش مشكلة خالص ان يبدو يعني رأي غريب جدا اللي حد تطرف يعني ما عندوش مشكلة خالص يعني يعني سأبعت جوان ياسيدي بس لو تحسب ضربة طب ما لو تحسب ضربتين الجزاء بتقول لقال التانين لو جاءت ضربة جزاء امام عشور حنبدأ نقول له يعني يعني لا الحقيقة الرأي الغريب للكابتن تاري يا حيات هو اول حاجة بيقول للكابتن الكرام ولكابتن العامة يقول ما احنا لعبة كورة ما هي المصيبة من انتو لعبة كورة بتكلم بجد والله المصيبة ان انتو لعبة كورة كبار لانه ما فيش لعبة كورة يقول المنطق ده يا كابتن تاري انت شايف انه الفرص دي ملهاش لازمة لان الاتحاد لو تحسبت له ضربة جزاء انت ضامن انه ضربة الجزاء هتيجي جون طب ما امام ضايع ضربة الجزاء في نفس المارش لو انت بس لو انت عندك الرأي الافتراضي ده انه البنالتي يعني جون لا الاهل ضاع منه ضربة الجزاء وبعدين ايه ضمانت الاهل الاتحاد كان له مين قالك كان له ده انت بتكلم في واحد حضن الكورة ما تحسبتش ومع هذا كابتن تاريحة مصمم انه الاتحاد يبا كذبا يا عم ده ده كابتن محمد عمر نفسه قالك الاهل كان أفضل والاهل أولا ازاي تفصل حاجة عشان توصل لنتيجة اللي انت عايزها نفس العقلية اللي بيقول بها انا نادي القرن بيفصل نظام على مزاجه يوصله النتيجة دي ماليش ضعباء ان كان الجيء المنحة عندها نظام تاني يدوس على المنطق يدوس على الحق لو انت حسبتها بالطريقة دي انا كنت طب انت لو انت حسبت مرتبي زائد مرتب المدير العام اطلع انا باخد اغنى واحد في مصمم ما هو فيه حاجات كتير لو عايز تحسبها بالطريقة دي وتريح دماغك تبقى سعد الناس تبقى سعد الناس الحقيقة حاجة غريبة جدا من كابتن تاريحة وكمان اتكلم عالتحكين في المباراة نشوفه هو السؤال بس هو السؤال يا مهيب معلش معلش النادي الاهلي عمل مطشق واس قوي يا كابتن الاهلي مش محتاج والاهلي عمل مطشق والاستحاد السكنديل عمل مطشق واس قوي الاتنين عمل مطشق واس واستمتعنا بيه جون ومطشاط واجون بتضيعه فيه حارس متقلق وكلام ده كله بس هو حرام يتحس دارب الجزاء على نادي الاهلي يعني هل الحاكم ده يخش النار لو حسبه دارب الجزاء انا مش فاهم شوف انا كابتن طريق يحيا انا بحبه شايفه راجل طيب جدا شايفه قلبه نضيف لانه اللي بيقوله يعني هو بيقول كلام يعني يقدر ما يقولوش وراح دماغه لكن ده ما يطلعش إلا من راجل طيب والله العظيم وقلبه نضيف ايه فأقول لك الاهلي لعب كويس جدا والاهلي ضاع كتير جدا بس هو حرام يتلاقى يتحسب دارب الجزاء لا مش حرام على فكرة ومش حرام ان يتحسبه ضربات جزاء مش حرام يتحسب على الاهلي ضربة جزاء ومش حلالة كابتن طريق يحيا يقولي الكلام ده ده كلام مهم تاني في تفاصيل كتيرة بعد الفاصل شكرا